طيب بما اننا يعني بقىنا فترة كل يوم و التاني بنتكلم معكم عن ظاهرة ما متعلقة بالمونديال النهاردة عايزين نتكلم عن تحدي شديد الخصوصية لاتنين من عظماء كرة القدم المونديال ده حيكون هو المونديال الاخير بالنسبة لكل واحد فيهم انا بكلمكم عن ليونال ماسي اسطورة منتخب الارجنتين ونجم نادي باريس تان جرمان و كريستيانو رونالدو طبعا الهدف الاسطوري لمنتخب البرتغال ونجم نادي منشستر يونيتد اصبح بيتصدر عنوين وسائل الاعلام فيه مختلف انحاء العالم هذا التساؤل البسيط والسؤال بيقول هل يحقق ميسي او رونالدو الحلم الاخير في الفوس بالمونديال بعدما الاتنين هيقدموا كل واحد منهم قدم على حدة يعني كل حاجة ممكنة ومستحيلة في عالم كرة القدم وحصلوا على تقريبا كل الجوائز الجماعية والفردية في كرة القدم مع انديتهم وممكن كمان يختموا مشوارهم ختام مميز جدا بانجاز اسطوري هو الفوس بلقب كأس العالم مع منتخبات بلادهم الارجنتين او البرتغال الحقيقة ميسي عدد بطولاته تخطط العشرين بطولة مع البرسة وعدد انجازاته الفردية يعني هي كمان تخطط العشرين لقب من الحزاء الدهبي للبالوندور للكرة الدهبية للقب الافضل في الدوري الاسباني الى اخره والحقيقة ميسي وصل لمكانة صعب جدا ان اي حد تاني ينفسه فيها او حتى يقرب منها قد يكون الاستثناء الوحيد هو كريستيانو رونالدو لان هو كمان حصل على عدد يعني عدد كبير جدا من البطولات مع اندية منشستر يونيتد وريال مدريد ويوهنتوس يعني يكسب الدولي الانجليزي والدولي الاسباني والدولي الايطالي ده بالاضافة لي خمس القاب لدوري ابطال اوروبا ومعهم كأس العالم للاندية وكأس الملك وكأس الرابطة وده نفس حال ميسي يعني الاتنين وصل يعني كل واحد فيه موصل لي اكتر من عشرين او يمكن اتنين وعشرين تلاتة وعشرين لقب جماعي وزيهم فردي هل ممكن يا ترى نشوف مواجهة تاريخية ونارية بين الثنائي ميسي ورونالدو في كأس العالم ولا لأ ده اللي اكيد الايام هتجاوبنا عليه البرتغال معاها في المجموعة التامنة غانا واروجوي وكوريا الجنوبية طبعا فرص البرتغال في اتأهل كبيرة نسبيا بالمقارنة بقية الاسماء كان التحدي هيكون بداية من يعني الدور الستاشر وعلى فكرة نفس الكلام ينطبق اكثر كمان او ينطبق بحزافيرو على الارجنتين الارجنتين معاها في نفس المجموعة التالتة السعودية والمكسيك وفولندا وبرضو فرص التأهل كبيرة جدا لكن بالنسبة الارجنتين لكن اكيد اكيد برضو الحكاية مش هتتتضح غير مع تصعيدهم او صعودهم الى الدور التالي طبعا يعني نجوم كبار جدا مع فريق الارجنتين ابرزهم ديبالا نجم روما ودي ماريا نجم اليوفي ومارتناس هداف انتر ميلا يعني مش ناقصهم حاجة عشان ينفسوا على اللقب مش مجرد الوصول للمراحل النهائية او حتى الدور الستاشر لا منافسة على اللقب رونالدو نفس الامر معاه يعني حقيقة كتيبة كبيرة جدا مدججة بالنجوم ابرزهم برناردو سيلفا نجم المان سيتي وعجبه طبعا كل عوامل منافسة على هذه البطولة لكن البرتغال لم تفز باللقب عكس الارجنتين اللي كسبت البطولة دي مرتين قبل كده